أهلا وسهلا فيكم في الدرس الثاني في هذا الدرس راح نبدأ نحكي عن حركة الشخصية في العالم تبعنا لكن بدنا نحكي شوي كمان عن الانبوت الموجودة فأنا ما رح استخدم الانبوت لكن إذا اجتعدت بعدين ضغطت على project settings ومنزلت هون وضغطت على الانبوت لاحظ أنا عندي هون الحركة انت ممكن تكون مسكر عندك الـ axis mapping فعندك مثلاً forward backward تفتحها بتسكرها في عندك W و S لأمام الخلف عندك A و D رايت و Lyft هذول ممكن انت تحذف اللي بتكاشية من هذول الأشيال هون أنا راح اترك كل إشي زي ما هو ما في داية عدل عليهم لأني أنا راح اغير كل إشي جوه لـ blueprint تبع الشخصية لكن انت بمكانك يكون مشروعك كله كامل فاضي فانت بمكانك تضيف حركة معينة وتختار لها المدخلات اللي على الكيبورد تمام الآن خلني ايجي احنا على third person character اللي هو المولف الموجود third person blueprint وفتحها الشخصية اللي هي علامنا مفتوحة هون باجي على event graph لاحظ انا عندي في event graph هون في عندي الحركة الشخصية اللي هي forward-backward طبعا هاي الموجودة هون input access ما اخذ القيم الموجودة هون اللي هي W و S اللي في inputs فهو بقرأ من project settings طيب الآن انا ما بحتاج اتحرك امام الخلف فانا ممكن افصل هاي او ممكن حتى احذف كل هاد لكن في وقت حال بس هفصل هادول زي هيك هخليها شوي يمكن نحتاج نستخدمها شويتين وعندي هون الكاميرا هون هاي حركة الكاميرا ممكن انا احذف كل الكاميرا لكن مع هاد كمان رح افصل القيم تبعيد الكاميرا كلها يعتها هيك ما عندي ولا اشي الو دخل في الكاميرا يعني لو الان انا شغلت اللعبة لاحظ انا بحرك يمين وشمال الماوس ما بتلف الكاميرا معي الان بروح يمين ويسار بضغط امام وخلف ما بتحرك الامام والخلف بضغط يمين يسار بتحرك وممتاز خليني ارجع شوي انا عندي على الشخصية انا فصلت امام وخلف خليت يمين ويسار وعندي القفص كمان مشبوكة هاي jump بديش انا تبقيت الموبايل افصل امام وضغط space راح تنط الشخصية ممتاز يمين ويسار بتنط الشخصية ما فيش اي مشاكل طيب خلي ارجع انا كمان هون الان انا عندي حدوح هاي بدي امسحة كلياتها وبدأ اصغر هاي شوي من هون هيك ممتاز هاي عندي jump وعندي يمين ويسار هدوها خليني اطلع هون برا بس مؤقتا انا مش محتاجهم اجيب يمين ويسار اطلعها لفوق نرطي بشغرنا شوي ممتاز انزل هاي هون انا مش محتاج هاي كمان ولا محتاج الكم هاي بس خليهم على اليمين بعدين نمسحهم الان انا بك فقط هاي الاشياء اللي راح استخدمها في تحريك الشخصية القفص ويمين ويسار طيب ايش بدنا كمان نعمل نرجع ال viewport لاحظ في عندي الكاميرا من هاي الزاوية لما انا بشكل اللعبة الكاميرا مش قاعد تعطيني زاوية كويسة يعني انا مش شايف الشارع كويسة لو في سيارات جاي ما راح اشوف فانا ايش راح اعمل بقدر اجي هون في عندي انا هون الكاميرا في spring arm معاها طيب انا ايش ممكن اعمل في عندي كتير اشياء انا عندي مثلا target offset بقدر اغير عندي هون مثلا وقلنا 200 بدي ارفع الكاميرا لفوق لاحظ كيف صارت الان لو شغل لكم باعد وشغلت اللعبة الكاميرا بتطلع من فوق طيب ايش كمان بدنا نعمل بدنا نسوي الزاوية شوي الكاميرا تنزل لتحت خلنا اطفي انا هاي مديش اياها بمسك الكاميرا اضغط على الكاميرا باجي على الدوران بقدر اضغط على الاخضر هاد اضغط على الكاميرا اضغط على الكاميرا 20% او 30% نشوف كيف شكلها نشوف ممتاز جدا 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 طيب الان انا هيكثر عندي زاوة الكاميرا طيب فيه كمان شغلات تانية بان اعرفها انجين عملنا شكل كثير رائع في عندك في ملف الشخصي اشي اسمه character movement ال character movement هذا تم تجهيزه على برنامج انجين بعطيك على اليمين هون تفاصيل الحركة والجاذبية مثلا عندك gravity scale الجاذبية الارضية وعندك تسارع الشخصي فهي المعلومات كثير رائعة بتقدر تستفيد منها بس انا بدي ااجي هون ادور على الشغل اللي الها دخل في rotation ننزل ندور movement هاي character movement rotation setting انا بدي اختار orient rotation to movement هاي بدنا نطفيها ليش لاحظ الان انا طفيت orient ممكن تكتب انت هون orient rotation وتطفيها من هون بضغط compile save لاحظ الان كيف الشخصية بتركض الشخصية بتروح يمين ويسار لكن ما بدير وجهه على يمين ويسار بتضل وجهه للامام وبتحرك يمين ويشمال هاي احنا لو نلعب اللعبة تكون بهذا الشكل طبعا ممتاز جدا هيك احنا جهزنا الorientation تبعها الشخصية فهذا كثير رائع جدا في اللعبة تبعيتنا في area engine فممكن انت تنزل وتدور عليها طيب كمان بدنا نسوي شوية شغلات ثانية الان احنا اضفنا يمين ويسار بدنا الشخصية تصير تركض طب انا ما رح اضغط W بديها تركض لحالها او ما تبدأ اللعبة بفوت على event graph ايش اللي بيخلي الشخصية تتحرك على طول طول الوقت بنقدر نختار event tick اذا انت عرفت اذا هاد event tick بكون اشي رائع انت قدت معنا لدروس قبل هيك perfect هاي event tick طيب نسحب من event tick بدنا نقول له add movement input add movement input perfect الآن بدنا كل ثانية كل فريم كل ثانية في عنا تقريبا عن 60 فريم كل فريم بدنا ياك تحرك الشخصية طب وين تجاه الشخصية اللي بدك تحرك لنا ممكن انا اكتب هون get actor forward forward vector ممتاز انا بدي هاي بدي اياي ايش معنى get actor forward vector الآن الشخصية عفوا الشخصية لاحظ في سهم ازرق فهذا الاتجاه الامامي للشخصية بده رح يطلع هذا الاتجاه ويتحرك عليه الآن ايش اللي بسير خلنا اشرح اللي انا كتبته هون هذا اشي بسيط جدا اللي كتبته بدنا اياه طول ما اللعبة شغالة يضيف حركة للشخصية الآن هيك تتحرك الشخصية طب وين اتجاه الحركة بدنا اياه بالاتجاه النظر تتحرك الشخصية الاتجاه الامامي اللي فيه هون السهم الازرق طيب خلينا نشوف كومبيل سيف الآن هذا الامر رح يشتغل لاحظ الشخصية بتتحرك للامام ولما تروح يمين ويساعد تحرك بهذا الشكل ممتاز جدا 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 طيب الآن هاي قد اكتور احنا شرحنا هذا الاشي ممكن انه هاي معلومات تيجي من وين تيجي من جوة الشخصية تبيتنا شرحنا في دورة البلوبرنت انه ممكن انت تجيب معلومات اصلا جاهزة مسوي قبل هيك وتستخدمها طيب الان اد امومنت فيه تاركت سيلف سيلف اللي هو ايش نفس الملف اللي هو نفس الشخصية بعدا عندنا الداريكشن والسكيل والفوق هاد احنا بهمنا حاليا بس سيلف انه هو نفس الشخصية والورد دايركشن ممتاز هيك بكون احنا اضفنا الشخصية اضفنا عفوا السرعة للشخصية انها تضل تركض وحطينا اتجاه الحركة انه لما نسوي ما يلف وجه يمين ويسار بس يظل يتحرك بهذا الاتجاه يمين ويسار جدا 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 ممتاز الان بكون هذا انتهى الدرس بشوك الدرس البعده ان شاء الله يعطيكم العافية مع السلامة موسيقى موسيقى